أنا اليوم أتكلم باسم سبورت هابكو عضو منتد فيها طبعا السوق سوق الأحداث الرياضية السوق كبير جدا والاقتصاد الرياضي هو أحد الاقتصادات التي تركز عليه رؤية المملكة عشرين ثلاثين في تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة كما ذكرتي هناك ألف وخمسمية مبادرة مجتمعية في شتى نماء الحياة للرياضة النصيب الأكبر منها طبعا الاقتصاد الرياضي أصبح من أهم اقتصادات الدول والمملكة تطمح إن شاء الله بأنها تكون من مصاف هذه الدول كنا زمان نحلم أن نشوف الأحداث الرياضية على شاشة التلفزيون والآن صرنا نراها على هذا الواقع بحمد الله وحقيقة نلاحظ نموم متسارع في الفعاليات الرياضية في السعودية برأيك هل عدد الشركات المنظمة للفعاليات كافي أم أن السوق بحاجة لدخول شركات جديدة؟ طبعا حجم السوق الآن حسب وزاعة الإثمار نمى تقريبا من 32 مليار ريال خلال السنوات الماضية إلى أن سيصل بإذن الله إلى أكثر من 85 مليار ريال في حلول 2030 في تقارير أخرى أن حجم الفعاليات التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العام الماضية كان تقريبا يمثل فاصلة 9% من السوق العالمي وإن شاء الله بنهاية هذه السنة سيصل إلى تقريبا 3.3% من حجم السوق الصدافات العالمية فهذا يبين أنه فيه رغبة كبيرة في وجود شركات وخلق اقتصاد كبير ساعم في دعم هذا التوجه إلى الصدافة هذه الفعاليات الرياضية العالمية دكتور بدر ما المحفزات التي تقوم الجهات الرسمية بتوفيرها لزيادة نمو القطاع في المملكة طبعا هناك دعم لا متناهم الجهات الحكومية تسهيلات تشريعات جديدة يعني مثلا نمى قطاع الرياضة والترفيه بنسبة 12% سنويا خلال العوام الماضية نسبة موارسة الرياضة ارتفعت من 13% إلى 23% خلال العوام الماضية نسبة الرياضيين من 40 ألف رياضي إلى 80 ألف رياضي خلال العوام الماضية يعني نتمنى التوفيق إن شاء الله الرياضين السعودين المشاركين في الأولمبيات التي ستنطلق في باريس خلال الأيام القادمة فهناك نمو كبير في المجال بسبب هذه التشريعات والسياسات قطاع الرياضات الإلكترونية نمى بشكل مهول جدا وهو من أسرع القطاعات الرياضية نمو حاليا في العالم تابو إذا ما تحدثنا عن الشركات العالمية هل يعني تلاحظون اهتمام من قبل الشركات العالمية بدخول قطاع الفعاليات الرياضية في السعودية طبعا دخول الشركات العالمية سيساعد في تحفيز القطاع بشكل عام نقل الخبرات نقل المعرفة والتكنولوجيا إتاحة فرص عمل جديدة ووظائف جديدة دعم رواد العمال الراغبين في الاستثمار في هذا المجال يعني سمو ورزير الرياضة طلع في لقاء قريب وذكر أنه كثير من الشركات العالمية لها رغبة في الاستثمار الرياضي حاليا في السعودية يعني تماشيا مع برنامج الاستثمار والتخصيص الرياضة اللي يطلقوا سموه لعهد قبل فترة أيضا فنشوف يعني فيه توجه كبير لهذه الشركات العالمية للاستثمار في السعودية